تدريبات السؤال الأول اقرأ النص الآتي ثم اجب عن الأسئلة التي بعدها من وصية والد لولده أي بني ليكن أهم ما تصب إليه حب الحقيقة فلا تقدس القديمة لقدمه ولا الجديدة لجدته واطلب الحقيقة لذاتها صدفت القديمة أو الجديد أعجب الناس بك أو كرهك ومقتوك وكن لشعور علمي دقيق فإن الطبيعة لا توحي بحقائقها إلا لمن دق حسه وتنبه عقله وقد أعجبني ما ذكرت من أنهم في المدرسة يعلمونك العلم ويعلمونك بجانبه الصبر فالصبر حقيقة هو مفتاح العلم فلا تمل عنه ولا تستكثر أي صبر يوصل إلى أي حقيقة ألف بما نصح الوالد ابنه في هذا النص وما قيمة هذه النصحة به ما مفتاح العلم في نظر الوالد وما رأيك في ذلك جيم أعين في النص ما يأتي واحد مفعولا به مقدما على الفعل اثنان مفعولا به منصوبا وعلمت نصبه الفتحة دال ولا تستكثر أي صبر يوصل إلى إيّة حقيقة اجعل المفعول به مقدما على فعله هه؟ أعرب ما تحته خط إعرابا تاما الخط تحت حب الحقيقة تقدس القديم وطب الحقيقة لذاتها وقد أعجبني ما ذكرت ويعلمونك بجانبه الصبر السؤال الثاني عين المفعول به في كل جملة مما يأتي مبين النوعه ذاكرا فعله وأحواله من حيث التقديم والتأخير وعدم الذكر واحد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تتخذوا إلهين اتنين اتنان وقال جل شأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء ثلاثة وقال سبحانه ما ودعك ربك وما قلاء وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أربعة وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسارات عليه السؤال الثالث ضع مفعولا به مناسبا مكان النقط مبينا على متأعرابه واحد أعلمت نقط سبيل النجاح اثنان صاحب نقط الخلق الكريم ثلاثة أقدر نقط في سبيل المبادئ السؤال الرابع مثل لما يأتي في جمل تام ضابطا كلماتها بالشكل مبينا السبب واحد مفعول به منصوب تقديرا اثنان مفعول به وقع عليه فعل الفاعل نفيا ثلاثة مفعول به واجب التقديم على الفاعل أربعة مفعول به واجب التقديم على الفعل والفاعل خمسة مفعول به جائز التقديم على الفاعل ستا مفعول به محذوف الفعل وجوبا وآخر جوازا سبعة مفعول به بين قوسين يا المتكلم السؤال الخامس اجعل كل كلمة مما يأتي مفعولا به في جملة مبينا على متأعرابه ذاكرا السبب ذو المرؤة القاضي المجهدون الطالبان الصدقات الرضا ساعي السؤال السادس أجبع عن كل سؤال مما يأتي بحيث تحذف الفاعل في إجابتك مبينا حكم حذفه ألف ما الذي قرأته في الكتب؟ ب ماذا شاهدت من الآثار؟ جيم من قبلت في المدرسة أنس؟ دال ماذا أحذرت لك والدتك في العيد؟ السؤال السابع ضع علمت صح أمام العبارة الصحيحة وعلمت خطأ أمام العبارة الخاطئة واحد من أنواع المفعول به أن يأتي مؤكدا للفعل اثنان حكم المفعول به النصب وإن كان لفظه مجرورا ثلاثة يعد المفعول به من متميمات الجملة الفعلية أربعة يجب تأخير المفعول به عن فعله إذا كان ضميرا منفصلا تسببا كلها و بوضع المترجم للقناة